إلى إنجلتراين استأنف الدولي الجزائري رشيد غازال تدريبات رفقة فريقه ليستر سيتي الإنجليزي بعد فترة قضاها بسبب الإصابة التي كان يعاني منها على مستوى الفخض والتي حرمته من المشاركة في المقابلة الرسمية الثلاث الأخيرة لفريقه ليستر سيتي ورغم عودة غازال إلا أن مشاركته في مواجهة فولهام مستبعدة غدا الأربعاء من جهة أخرى أكدت تقارير إعلامية تركية أن إدارة نادي فينيرباتشا التركي تستهدف أسماء بعض المهاجمين لخلافة الرحيل المرتقب لدولي الجزائري إسلام سليماني وجاء المهاجم الطوغولي إيمانويل أديبايور مهاجم نادي باشيك شاهير على رأس القائمة المستهدفة من إدارة النادي التركي يأتي هذا بعد المرحلة الصعبة التي يمر بها سليماني في فريقه منذ قدومه معارن من ليستر سيتي وهو الذي يعجز عن هز الشباك منذ مدة طويلة